وللحديث أكثر حول هذا التقرير معنا من بيروت المحامية والباحثة السياسية ساندريلا مرهج أهلا بك سيدة ساندريلا في هذه النشرة الأخبارية أهلا بكم شكرا سيدة ساندريلا بحسب تصريحات لفروف التي شدد فيها على ضرورة تحرير إدلب من المجموعات الإرهابية لأن تركيا لم تنجز مهمتها بفصل الإرهاب برأيك لماذا تماطل تركيا في تنفيذ هذه المهمة؟ لأن هناك أساسا عدم توافق على توصيف الإرهاب بما يتعلق بمجموعات الكرد فتركيا تعتبرهم إرهابيين فيما روسيا لا تعتبر ذلك وما صدر من تصريح عن الوزير الخارجية لفروف بحاول أن تركيا لم تفصل فيما بين جبهة النصرة كإرهابيين وبين المعارضة المسلحة هو خير دليل على ما نذكر وفي هذا الإطار أنه من المؤكد أن روسيا تحاول دائما إعادة أحياء اتفاق أدنى الموقع فيما بين أنقرة ودمشق في العام 98 وفي هذا الاتفاق كان هناك من حق لتركيا بملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات كما تتذكرون والهدف كان من هذا الاتفاق هو المشاركة والاشتراك فيما بين دمشق وأنقرة على محاربة الإرهاب ولكن تركيا راحت باتجاه تشويه هذا الاتفاق واعتبر أن المجموعات الكردية هي مجموعات إرهابية وهنا نقطة الاختلاف التي تحاول روسيا تصويبها عبر الوقوف كميزان بين كل الأطراف أولا تريد التذكير بأن هدف روسيا الأساسي هو تحرير إدلب وإعادة بس سوريا سيادتها على كامل الأراضي خاصة طبعا إدلب وعلى حفاظها أيضا وتفهمها لمخاوف تركيا تجاه أمنها وأيضا تريد حماية الكرد خاصة أنها أعلنت في السابق أن ما يحصل هو نتيجة تخلي الإدارة الأمريكية عنهم وتذكر بأن الكرد ليسوا الفصائل الإرهابية المطلوب محاربتهم ولكن الإرهابيين الآخرين كجبهة النصرة طيب في مفاوضات أستانا شدد بشار الجعفري على أن دمشق لن تهدأ حتى يتم تحرير إدلب من الإرهاب في إشارة إلى استمرار العمل العسكري في حين صرح المبعوث الروسي إلى سوريا بعدم الحاجة لعمليات عسكرية موسعة كيف تفسرين هذين التصريحين المتناقضين لطلق ما أعلنت روسيا بأن الحل في سوريا من المستحيل أن يكون عسكريا ولكن بالمقابل الميدان أثبت على أن الحل العسكري هو الباب للوصول إلى التفاوض السياسي ووجود نوع من الحلول السلمية التي تنسع إليها أيضا سوريا ولكن بظلمة يحصل في إدلب واحتلال الفصائل الإرهابية لهذه الأرض السورية طبعا من حق سوريا أن تذهب باتجاه الحسم العسكري لسيما أن هناك إشكالية أخرى أيضا تقع بأن تركيا ودون وجه حق تقوم باحتلال أراضي سورية وهذا أيضا عمل من عمل العضوان وعلى سوريا أن تكافحه ولها كامل الحق بتحرير أراضيها نعم أشركي جزيل الشكر سيدة سندريلا مرهج المحامية والباحثة السياسية كنت معنا من بيروت موسيقى